طب والبروستس كيف يعني الخطوات العملية اللي بتقود الإنسان أنه يصرخ لأله خلينا خليني أجرى البروستس بس قبل ما أجرى البروستس أقول نفس الفكرة بتاعت التبكيت من العهد القديم فضل انحضر العالم في شر عميق في أيام نوح وجاء قضاء بالطوفان وترق الله نوح يكرس في الأرض في الوقت الذي كان فيه الفلك يبنى في تكوين ستة وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الرب هذه الآية الجميلة لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر هذه إشارة أخرى إلى دور الروح القدس في التبكيت يدين في الروح القدس في هذا الوقت وفي كل العصور عملوا خفي غير مرئي الناس مش شايفة لكن الناس شعرة وحسة ومدركة بدخلها ببروسيس معينة بالدور جوايا كل مرة أخطئ افترض أني شتمت افترض أني سبيت افترض أني سلكت اشتهيت نظرت نظرة فكرت فكرة قاسية قتلت عملت أي خطيئة من هذه الخطايا فورا عندي إشارة في عقلي أنت أخطأت أنت أخطأت لما نقول صوت الضمير هل إحنا منقصد تبكيت الروح القدس نعم هو الروح القدس يعمل في داخلي لأن أنا إنسان عاقل وعندي ضمير وعندي إرادة فالروح القدس يقنع في العقل ويبكت في الضمير عشان كده الدور التبكيتي للروح القدس هو خليني أقولي يا جسيس نظار لو واحد بيسجد لبقرة والبقرة ماتت روح القدس بيكلمه من خلال عقله بيقوله إلهك مات ده ممكن يكون إلهك أو أنه ما بيعملش إش إلهك أو ما بتصلي لإله مش عم بيعملك أي شيء مش بيعملك أي شيء بتصلي قديلك 20 سنة لإله ما استجبش فكرة 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 عبارة عن دور الروح القدس في التبكير لأنه يدعو الإنسان للتفكير ودي البروزس يدعو للتفكير ليه؟ عشان يقتنع أيها عشان يقتنع باحتياجه لأن لو اقتنع باحتياجه يصرخ لله لو ما اقتنعش أنا مش محتاج تاني حاجة الضمير في تأثيره المؤلم في الشعور بالزنب المحكمة المحاكم البشرية الموجودة في كل العالم مش بتضع ألم على المتهم حتى بعد الحكم يعني القضي لما حكم مش بيعرض المتهم للألم لكن المحكمة القضائية القضاء يسلم المتهم إلى الجهاز التنفيذ اللي هوش جهاز شراطي للحبس للاعمال الشقة أو للسجن أو للإعدام أو 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 مش كده الضمير بيقوم بالاتنين بيقوم بدور المحكمة في الحكم الداخلي أنا حكمت على نفسي أنا مخطئ أخطأت أخطأت وفوراً الضمير يقوم بدور الجهاز التنفيذ الشرطة اللي هو إيه؟ ألم الشعور بالذنب فالشعور بالذنب الداخلي ورغم أنه تحكم عليه وموجود في السجن نعم 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 فده اللي بيعملوا معايا جدام الله أو جدام نفسي أنا مش مدرك أنا هجولي أن الخطوة كتير مش مدركين أنهم جدام الله ومش مدركين أنه ده عمل الروح القدس لكن على أقل مدرك لصوت عقله اللي أنت عملته ده خطأ أنت طلقت مراتك ليه؟ أنت ضربت ابنك بالجلم ليه؟ أنت أهنت فلان ليه؟ سركت ليه؟ أنت سركت أنت إقناع عقلي بعد كده ألم داخلي ألم شعور بالذنب الدمير جدام الاتنين دول لو الإنسان أدرك أنا أخطأت وأدرك أنه أخطأ في حق الله في حق الله هنا يجي دور الإرادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر